قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن القمة العربية الصينية لتعاون والتنمية تعاد حدثا تاريخيا بكل المقييسة وتعكس تقل المنطقة العربية في النظام الاقتصادي الدولي وأضف أبو الغيط في تصريحات صحفية أن ذلك الحدث يمثل إدراكا مشتركا من الصين والدول العربية لما تقتضيه اللحظة الحالية التي تشهد أزمات عالمية متوالية وممتدة الأثر ما يحتم مدى جسور التواصل والعمل المشترك لإيجاد مبادرات فعالة للتعامل مع واقع الأزمات وتخفيف أثارها على الشعوب فضلا عن توظيف الإمكانات المتاحة لدى الطرفين العربي والصيني لتحقيق الازدهار المنشود